مجدداً تتصيد منظومة الدفاع الجوي اليمنية طائرات التحالف وتسقطها هذه المرة تسقط طائرة تورينيدو وهي تنفذ أعمالاً عدائية في سماء محافظة الجوف متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيسري أوضح في بيان موجز أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو متطور ويمتلك تكنولوجيا حديثة دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عن الصاروخ طائرات التورينيدو صناعة بريطانية إيطالية ألمانية مشتركة وهي الدول الوحيدة التي تمتلكها بالإضافة إلى السعودية والتي تمتلك منها 120 طائرة 72 طائرة من النوع الهجومي و48 طائرة من النوع الدفاعي الطائرة مقاتلة متعددة المهام وقاذفة ومتمكنة جداً من الهجوم الأرضي بسبب قدراتها العالية على الطيران المنخفض والذي يمكنها في حالة عديدة من تجاوز الرادار وقد أثبتت وجودها في حرب الخليج التورينيدو ذات محركين ودخلت الخدمة عام 79 ولكن لم تصل مستواها الحالي قبل أواخر الثمانينيات وتقريباً توقف إنتاجها مع أنها لازالت في الخدمة في الأربع دول المالكة والسعودية تنوي استبدال كمية منها بكمية أكبر بكثير من طائرات اليوروفايتر تم تطوير التورينيدو لتكون قادرة على حمل القنابل الذكية والعنقودية والأسلحة البيولوجية مثل الأسلحة الحرارية التي تترك أثراً يمتد إلى مئة عام وعدد اثنين من القنابل النووية والصواريخ المضادة للأشعة والعديد من القنابل التقليدية يبلغ سعر الطائرة الواحدة من التورينيدو أكثر من 24 مليون دولار وتمتلك تكنولوجيا متطورة جداً للمناورة وتفادي صواريخ الدفاع الجوي ما يؤكد أن عملية إسقاطها إنجاز كبير يضاف إلى رصيد الدفاعات الجوية المتراكم خلال الخمس سنوات الفائدة الدفاعات الجوية اليمنية كانت أسقطت طائرتين حربيتين للتحالف عام 2018 كانت الأولى في السابع من شهر يناير وتم فيها إسقاط طائرة حربية من نوع تورينيدو في محافظة صعدة ثم تلاها بساعات إسقاط طائرة F-15 في أجواء العاصمة صنعاء